انفرط مزاد لفن ما بعد الحرب والفن المعاصر الذي نظمت وذارو كريستينز للمزادات العالمية في نيويورك أواصط نوفمبر الماضي عن صفقة القرن للوحات الفنية حيث بيعت لوحة يعود تاريخها إلى ما قبل خمسمائة عام بنحو نصف مليار دولار لتعرض بمتحف اللوفر في أبوظ بحيث بات بإمكان الكثيرين من العرب في الخليج التماعون في لوحة سلفاتور مندي أو المسيح المخلص وهو يذكرهم في العام 2017 بقول ربهم اللوحة الأسطورة سعرا كانت قد بيعت للمرة الأولى في مزاد علني عام 1958 مقابل ستين دولارا أمريكيا فقط قبل أن يكشف عنها كأحد أعمال دافنشي لتجد طريقها بعد نحو ستين عاما إلى مهد الفن الحديث وسط صحراء أبوظبي بعد أن اشتراها أمير سعودي بمبلغ 450 مليون دولار أوردت صحف عالمية أنه يعمل لصالح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي أشعل السعودية بحملة عاصفة قال إنها لمكافحة الفساد والفاسدين في الأسرة الحاكمة ومحيطها اللوحة الأغلى سعرا في التاريخ ضربت جميع الأرقام القياسية من حيث القيم المادية وحطمت كل التوقعات المرتبطة بالقيم الأخلاقية في زمن تعاني فيه بلاد الإسلام وأمة المسلمين الفقر المتقع والعوز الملح إلى أبسط أساسيات الحياة من طعام وماء ومعلم يرسم الحرف ويدعو إلى الله وحاكم مسلم يخشى أن يلحقه إثم دابة في العراق تعثرت في حجر أليكس روتر رئيس قسم فن ما بعد الحرب والفن المعاصر بدار كريستينز للمزادات وصف مزاج مقدم العرض أثناء حديثه في المزاد بأنه هادئ جدا وأضاف أن المشتري كان هادئا أكثر من اللازم وهو يعرض هذا القدر من المال وكأنه يخلص إلى القول بأن نصف المليار دولار لم يكن ملوثا بالكثير من الجهد والعرق وأن المال كما جاء فقد ذهب